وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ أهلاً بكم وحماكم الله من كيد المنافقين لو تأمنا الآية الكريمة نجد أن هذا من قول المنافقين بألسنتهم ما ليس في قلوبهم وواضح لنا جميعاً أن صفة التلون والخذاع والتضليل صفة ملازمة للمنافقين في كل وقت فالمنافق ممثل بارع ذو شخصية مزدوجة تحت الأضواء وعلى مصرح المجتمع بتلاقي رجل بر والإحسان أما إذا خلوا بتلاقيهم شخصية تانية خالص فإذا لقوا المؤمنين في مواقف علنية دون تخطيط مسبق قالوا آمنا أما خلوتهم مع شياطينهم فهي ليست صدفة بل هي بتخطيط مسبق في مكان غير معلن وسري جداً شياطينهم هو كل متمرد وعاة في الإجرام ما عندوش أي مشكلة يتحد مع شياطين الإنس والجن من كفار كريش واليهود وكل من في قلبيه حقد على الرسول وعلى الإسلام إنما نحن مستهزئون الاستهزاء في اللغة أصله السخرية واللعب مشكلة المنافق الحقيقي إنه بيلعب بالنار اللي أكيد هتحرقه مع المؤمنين كلامهم قليل آمنا وده باللسان فقط وليس بالقلب أما مع المنافقين إن معكم إنما نحن مستهزئون تأكيد بعد تأكيد قال الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه لأن القيم هي القيم حتى عند المنحرف فإن الشيطان يحتاج إلى خلوة بعيداً عن العالم خلوة المنافقين مع شياطين الإنس والجن شهادة منهم بأن ما يفعلوه قبيح ومجرم ومن أمثلنا الشعبية المعروفة إذا بوليتم فاستتروا وبلوة المنافق بلوة سودة بعيدة عنك وأخيراً قال أمير الشعراء برز الثعلب يوماً في ثياب الوعيذين فمشى في الأرض يهدي ويسب الماكرين ويقول الحمد لله إله العالمين يا عباد الله توبوا فهو كهف التائبين وازهدوا في الطير إن العيش عيش الزاهدين وطلبوا الديك يؤزن لصلاة الصبح فينا فأتت ديك رسول من إمام الناسكين فأجابت ديك عذراً يا أضل المهتدين بلغ الثعلب عني عن جدود الصالحين أنهم قالوا وخير القول قول العارفين مخطئ من ظن يوماً أن للثعلب دينا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر